إذن مع العد التنزلي على حلول شهر رمضان الفضيلة بدأت أعمال الصيانة والإصلاح على كسوة الكعبة المشرفة في المسجد الحرام في مكة بالمملكة العربية السعودية وبحسب وكالة الأنباء السعودية رسمية قال مدير إدارة الصيانة أن كسوة الكعبة أنه تم استخدام أحدث التقنيات وأفضل المواد في المعايير الدولية في العمليات المذكورة حيث أنه يتم تغيير غطاء الكعبة المشرفة كما تتابعون في هذه الصور كل عام عشية موسم الحج باستثناء أعمال الصيانة والإصلاح والتنظيف التي تتم في أوقات مختلفة إذن هذه الخطوة تأتي استعدادا لشهر رمضان الفضيلة للحفاظ على رونق وجمال الكعبة وظهورها في أبهى حلة رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا معه بكثرة على مواقع التواصل الاجتماعي لرصدنا لكم بعض التعليقات البداية بهذا الحساب الذي كتب تبارك الرحمن الله أكبر وكبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصلة لا إله إلا الله حساب آخر لهذا التعليق عبدالعزيز كتب على حسابه على الأنستغرام اللهم أزد هذا البيت تعظيما وتشريفا ناخد حساب آخر أيضا خولة كتبت مرفوقة بصورة الكعبة المشرفة وقالت هكذا تكسو وهي في أبهى حلتها أنتم أيضا مشاهدين يمكنكم التفاعل معنا عبر صفحة الشروق الإخبارية